بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع الدرس الحادي والأربعون وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن شاء الله تعالى سنتحدث في هذه الليلة ونتابع دروسنا في السيرة وكنا قد وعدنا في الدرس الماضي أن نتكلم عن غزوة مؤتة هذه الغزوة غزوة مؤتة منهم من يقول موتة بغير همز وهذه هي عبارة عن قرية من أرض البلقاء يعني على حدود أرض الشام وهي بلدة أردنية يعني في المملكة الأردنية تقع جنوب منطقة يقال لها أو مدينة يقال لها الكرك هذه الغزوة ذكرها كثير من أهل العلم بقوله غزوة مؤتة ومنهم من يطلق عليها فيقول سرية مؤتة إذن اختلف أهل العلم من أهل السير والتاريخ في مؤتة هل هي غزوة أو هي سرية فالذين قالوا إنها غزوة استدلوا بما جاء في صحيح البخاري فقد جاء عن بعض الصحابة أنه أطلق عليها هذا اللفظ أو هذا الإسم فقال غزوة مؤتة جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ثم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة إذن يقول ابن عمر في غزوة مؤتة أطلق عليها غزوة وجاء أيضا في مسلم من حديث عوف بن مالك الأشقعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فأطلق عليها غزوة وجاء أيضا من حديث أنس خارج الصحيح عند الحاكم في مستدركه أنه أطلق عليها غزوة إذن هذه هي من أقوى أدلة من سماها غزوة وهذا في النصوص لكن قد يقول قائل ألسنا قد درسنا وأخذنا ما قد تعارف عليه العلماء من اصطلاحهم المشهور أن الغزوة هي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك ماذا يقال له يقال له سرية لا شك أن هذا الاصطلاح عند العلماء وعند أهل التأريخ لا سيما المتأخرون منهم فهل نبقى على هذا الاصطلاح فيقال لمؤتة أنها سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج معهم أو يقال إنها غزوة لأن الصحابة أطلقوا عليها غزوة وهناك أمر آخر يؤكد أنها ليست سرية أنها غزوة ما هو قال العلماء في تعريفهم للسرية قالوا هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة وهذا الجيش عدده كم؟ ثلاثة آلاف بلغ عددهم في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة ثلاثة آلاف والسرية قيل أنها لا تزيد على أربعمائة وإن كان هذا الشيء ليس متفق عليه بينها للعلم لأن منهم من يقول أن السرية من خمسة أشخاص أو من خمسة أنفس إلى مئة ومنهم من يقول بل من مئة إلى خمسمائة وهذا مجرد اصطلاح وإلا فقد ثبت معنا وقد مر معنا في دروس السيرة أن السرية قد تكون أو يخرج فيها شخص واحد كما مر معنا في سرية عبد الله بن أنيس إلى نبيح بن خالد الهذلي بعرنة فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج ويقتل نبيح الهذدلي فعبد الله بن أنيس شخص واحد مع ذلك هي مشهورة عند العلماء بسرية عبد الله بن أنيس وكذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت هذه السرية لا تصح بعث عمر بن أمية وسلمه إلى من؟ إلى أبي سفيان حتى يقتلوه فقالوا هذان شخصان ومع ذلك أطلق عليها سرية إذن هذا الجيش بلغ عدده ثلاث ألف قالوا فلما كان الجيش أي جيش مؤته أكبر بكثير من مصطلح السرية قيل غزوة مؤته قيل غزوة ولم يقل سرية ولم يقولوا سرية وبعض مشايخنا ممن درسنا عليهم قال أن السرية لا يتجاوز عددها أكثر من ثلاثة آلاف استدل بسرية مؤته لأنها خرجت بغير النبي عليه الصلاة والسلام وعددها بلغ ثلاثة آلاف إذن السرية تبلغ إلى ثلاثة آلاف وعلى كل حال المسألة هي مسألة استلح فإذا نظرنا في النصوص نجد أن المتقدمين كانوا قد يطلقون لفظ الغزوة على السرية فكما فعل الواقدي وابن إسحاق وغيرهم فالواقدي مثلا أطلق على سرية الرجع بأنها غزوة وجاءت بعض النصوص عن بعض الصحابة كما في البخاري وغيره أنهم كانوا يطلقون اللفظة ويريدون به المعنى اللغوي فمثلا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات فسمى ما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوات وسمى أيضا البعوث التي خرج فيها وهي السرايا بغير الرسول عليه الصلاة والسلام سماها غزوات مما يؤكد أنهم كانوا يقصدون بذلك المعنى اللغوي وهو القصد والطلب لكن المتأخرون لكن المتأخرين ذكروا تعريفا استلاحيا فقالوا السرية لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام والغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات وهي صحيحة عند الدارمي وعند أحمد وعند أبي داود أن هذه السرية أطلق عليها قيش الأمراء فإذا رأيت العلماء يقولون قيش الأمراء فاعرف أنها سرية مؤتة أو قل غزوة مؤتة جاء عند الدارمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث جيش الأمراء ولهذا الذي تطمئن إليه النفس أن هذه يطلق عليها سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج فيها وهذا الذي عليه أهل الإصطلاح لهذا قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال وأما مؤته فكانت سرية كانت سرية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة ما هي أسباب هذه السرية جاء عند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير رضي الله عنه بعثه إلى الشام إلى ملك بصراء وبعث معه كتابا وقد مر معنا في درس الكتب التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام والرسائل التي أرسلها إلى الأمراء كان هذا الصحابي ممن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ففي طريقه إلى ملك بصراء في الطريق نزل مؤته فلما كان في مؤته عرض له رجل يقال له شرحبيل بن عمر الغساني فسأله قال له أين تريد فقال له أريد الشام فقال له هذا الرجل لعلك من رسل محمد فقال له نعم أنا رسول رسول الله فماذا صنع هذا الكافر أخذه وأوثقه رباطا ثم قتله وضرب عنقه صبرا كما جاء في رواية الواقدي ومعروف أن الرسل لا تقتل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله رسول ممن أرسلهم إلى الملوك والأمراء ولما جاءه كذلك الرسل لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم وقد قال لرسول مسيلمة وفي بعض الروايات أنه رسول كسر لولا أن الرسل تقتل لقتلتكما فلا تقتل الرسل فلما قتل هذا الصحابي كان هذا هو السبب لهذه الغزوة هذا السبب أكثر أهل العلم عليه بمعنى أنه هذا السبب الذي أثار هذه السرية سرية مؤتة مع ذلك لم يرد بإسناد صحيح إنما جاء من طريق الواقدي إلا أن كثيرا من العلماء ومن المحققين سلموا بما فيه حتى أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم يذكر غير هذا السبب وبعضهم ذكر سببا آخر قال أن النتيجة التي حصلت في سرية قبل مؤتة وقد مرت معنا فيما مضى في درس قد مضى وهو الدرس الأخير وهي سرية ذات أطلاح سرية ذات أطلاح قالوا أن الصحابة الذين فيها قتلوا جميعا إلا القائد وهو كعب بن عمير حينما قاتلوا أشد القتال فأفلت منهم رجل جريح في القتلى وقيل أنه هو القائد كعب بن عمير قالوا لهذه الهزيمة التي وقعت والغدر الذي حصل في هذه السرية كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه أن يخرجوا فماذا يقاتلون الذين قتلوا أصحابه في سرية ذات أطلاح وبعضهم ذكر سببا ثالثا وقال أن صاحب مدينة بصرة من دمشق ماذا صنع هدد بالمسير لقتال المسلمين فحصلت مؤتة على كل حال هذه الأسباب كلها الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم هو السبب الأول وإن كان لم يرد بإسناد صحيح متى وقعت سرية مؤتة وقعت في السنة الثامنة في شهر جماد الأولى كما ذكر ذلك الزهري قال الزهري وهو مرسل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جماد الأولى سنة ثمان وعلى هذا القول هو ماذا قول عامة أهل التأريخ والسير وجاء في بعض الروايات أنه كان أي الخروج خروج هذه السرية في يوم جمعة كما جاء عند الترمذي لكنه لا يصح فقد ضعفه الترمذي نفسه في كتابه الجامع وأشار ابن كثير أيضا إلى ضعفه مع ذلك قال ابن كثير رحمه الله والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن خروج الأمراء إلى مؤته كان في يوم الجمعة فمع ضعف الحديث أما عدد الجيش الذي خرج في هذه السرية فقد بلغ ثلاثة آلاف وهذا أكبر عدد ثم حشده هذا أكبر عدد تم حشده إلى ذلك الوقت يعني لم يحصل أن سرية خرجت قبل هذا الوقت قبل غزوة أو سرية مؤتة فيها هذا العدد الكبير الذي قد بلغ ثلاثة آلاف مقاتل ولم يسبق أيضا يعني يسبق ذلك أن خرج المسلمون في مثل هذا العدد ولهذا جاء عند الواقدي قال والمسلمون ثلاثة آلاف وجاء في بعض الروايات وهي ليست مرفوعة ولا من قول الصحابة وإنما ذكرها ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أنهم كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وهذا غير صحيح بل الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم ثلاثة آلاف أنهم ثلاثة آلاف أما عدد العدو عدد جيش الروم كم بلغ ذكر العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله في البداية أن الروم كان عددهم مئتي ألف فقط من الروم ومن عداهم من القبائل الأخرى القبائل العربية وهي قبائل قد تنصرت كانوا خمسين ألفا هذا قول وقول آخر قالوا إن الروم كانوا مئة ألف ومن العرب خمسون ألفا وقالوا الآخر أن الروم كانوا مئة ألف والعرب مئة ألف إذن هم مئة ألف هذا جاء بإسناد حسن لكنه مرسل بمعنى أن ابن إسحاق رحمه الله ساق الإسناد إلى عروه بن الزبير وهو تابعي والإسناد إلى عروه حسن لكنه مرسل والمرسل من أقصام الضعيف ماذا في هذا الإسناد أو ماذا في هذا الحديث قال عروه فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء نزل في هذه المنطقة في مئة ألف من الروم هذا هو القسم الأول من الجيش جيش العدو مئة ألف من من الروم وانضم إليهم انظروا الآن إلى انضمام القبائل العربية التي تنصرت وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مئة ألف إذن صار الجيش مئتي ألف من الروم ومن القبائل العربية التي تجمعت سواء كانت من القبائل المستعربة أو كانت كذلك من النصرانية وغير النصرانية حتى ذكر ابن سعد أنهم كانوا مئة ألف من المشركين وبعضهم ذكر أن شرحبيل الغساني هو الذي جمع مئة ألف الخلاصة من هذه الروايات أن أكثر أهل العلم على أن عدد قيش العدو أي الروم ومن معهم أنهم مئة ألف مئة من الروم أي مئة ألف ومئة ألف من ماذا من نصارى العرب والعجم والناظر في أسانيد هذه الروايات يرى أنها لا تصح لأن أكثر الأسانيد مرسلة وفيها اختلاف مع ذلك نستطيع أن نقول أن جيش الروم كان كبيراً وهو أضعاف أضعاف جيش المسلمين حتى جاء في حديث آخر من طريق الزهري وهو أيضاً مرسل من قوله قال أنهم جموع كثيرة ولهذا جاء في بعض الروايات عند الواقدي وهي من طريق الواقدي والواقدي قد تكلمنا عنه وهي من طريقي أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو ممن شهد هذه السرية قال أبو هريرة شهدت مؤتة فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحريب والذهب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم يا أبا هريرة ما لك كأنك ترى جموعاً كثيرة فقلت نعم قلت نعم فقال له تشهدنا ببدر لأن ثابت بن أقرم ممن شهد بدراً يقول لأبي هريرة تشهدنا ببدر وأبو هريرة لم يشهد بدراً رضي الله عنه فقال إنا لم ننصر بالكثرة وهذا لا شك فيه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إنا لم ننصر بالكثرة وأما القائد الذي قاد جيش المسلمين فقد جاء ذكره في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته زيد بن حارثة فقال عليه الصلاة والسلام إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة إذن هذه هي أول مرة في تاريخ الغزوات وفي تاريخ السراية يتم تولية أمراء بهذا الترتيب فلان ثم فلان ثم فلان ما قد حصل في تاريخ السراية النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السرية فتخرج ويخرج القائد ويقول فلان هو القائد في هذه السرية فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان وقد جاء ما يدل على أن الإمارة تكون لأحد بعد ابن رواحة لأنه قد يقول قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثلاثة وسكت بعد الثلاثة لم يأتي شيء جاء شيء أو جاء حديث عند البيهقي في كتابه الدلائل لكنه أيضا من مراسيل عروه بن الزبير قال بعد أن ذكر عبد الله بن رواحة وهو ثالث الأمراء قال فإن أصيب يعني عبد الله بن رواحة يعني عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تأمير هؤلاء الثلاثة وذكر أولهم زيدا فقال أمر زيدا كما قال ابن عمر جاء أن جعفا رضي الله عنه وثب يعني قام وقال يا رسول الله بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا يعني أنا لا أخاف فلماذا استعملت علي زيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمضو فإنك لا تدري أي ذلك خير أمضو يعني أمشو وخرجو فإنك لا تدري أي ذلك خير كما جاء عند أحمد بإسناد حسم وقد يقول قائل لماذا صنع هذا جعفر هل هذا طعن من جعفر في إمارة زيد وأنه ليس أهلا للإمارة لا ليس هذا طعن من جعفر رضي الله عنه في إمرة زيد رضي الله عنه وإن كان هناك من طعن في إمرته هناك من طعن في إمرة زيد ولهذا في الحديث المشهور في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد بعث بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد وليس زيد نفسه ليس زيدا نفسه هذا سيأتي معنا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة أمر بالجيش أن يخرج فحصل له مرض الموت فبقى الجيش في الجرف منطقة معروفة مشهورة في المدينة فكان بعض الناس قد تكلم في إمرة أسامة ابن زيد وكان صغيرا في السن كان عمره في ذلك الوقت ثمانية عشر سنة فطعنوا في إمرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمرته أو في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيموا الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا أي أسامة ابن زيد لمن أحب الناس إليه بعده إذن حصل هذا حصل هذا ولهذا قال العلماء أن هذا الطعن حصل من بعض أهل النفاق هكذا قال بعض شراح الحديث قالوا أن الطاعنين هم المنافقون الذين كانوا يطعنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقبحون آراءه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد على الطاعنين فكأنه يقول إن طعنكم ليس حقا ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه الذي هو زيد مع ذلك ظهرت إمارته وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة وبعض أهل العلم قال السبب في طعنهم في إمارة زيد لأنه كان مولى لأنه كان مولى فقالوا كيف يؤمر هذا المولى على الأنصار وعلى المهاجرين فرد النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم وذكر أنه يصلح للإمارة وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه من أحب الناس إليه ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ولو كان حيا بعده استخلفه لأن زيد قتل في مؤتة قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيش الذي خرج على سعته وعدده الكبير إلا أنه خلى من كبار الصحابة ما خرج أبو بكر معهم ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو عبيدة عامر بن الجراح فخرج القيش أميرهم زيد بن حارثة ثم إن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة جاء في بعض الروايات وهي بغير إسناد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لواء أبيض عقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة هذا بالنسبة لجيش المسلمين وبالنسبة لقائدهم أما بالنسبة لقائد جيش المشركين من هو فقد جاء في الرواية التي ذكرناها وهي مرسلة عن عروة وقد ذكرها ابن إسحاق في سيرته أن هرقل هو الذي كان قائداً لجيش المشركين وجاء في بعض الروايات أن شرحبيل بن عمر الغساني هو الذي كان قائداً للمشركين وبعض الروايات أن ابن أبي شمر الغساني وعلى كل حال أكثر هذه الروايات لا تصح لأنها مرسلة ولأن بعضها ذكرها الواقيدين وإن كان الذي يظهر أن هرقل هو الذي كان قائد الجيش خرج الجيش النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قيل أنه أوصاهم وقال لهم أغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين للناس فلا تعترض لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم كذا وكذا هذه الوصية لا تصح جاءت من أسانيد مرسلة كذلك وبعضها للعلم ذكر أنها ليست وصية النبي عليه الصلاة والسلام بل هي وصية أبي بكر الصديق للجيش أي في خلافته رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن عساكر وغيره ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الجيش ودع أصحابه جاء في بعض الروايات أن الصحابة لما ودعوا وودع كذلك الجيش الصحابة وخرج الأمراء جاء أن عبد الله بن رواحة بكى بكى عند الوداع فقال له ما يبكيك يا ابن رواحة فقال رضي الله عنه أما والله ما بي حب الدنيا ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم يعني ليس بي شوق إليكم ليس بي شوق ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال له المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن رواحة وأن المؤمنين والمسلمين يدعون له بالرجعة وبالصلاح فتمثل ببعض الأبيات فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مر على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا هذه الروايات وإن كانت أيضا جاءت بأسانيد مرسلة لكن يكاد أهل العلم يتفق عليها وأن هذه الأبيات نسبت إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خرج المسلمون وتقابلوا مع هذا القيش الكبير العرمرا من المشركين رأى المسلمون أن يتشاوروا لأنهم رأوا جموعا من قيش الروم والقبائل المتحالفة معهم فاجتمعوا رضي الله عنهم في منطقة قبل مؤته يقال لها معان وهذه المدينة مدينة معان هي في أطراف الشام وهي اليوم إحدى مدائن الأردن وقالوا أنها تبعد عن مؤته بمئة وخمسين كيلو اجتمعوا وبقوا فيها ليلتين يفكرون في أمرهم ماذا نصنع فطائفة تقول نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فننضي فماذا صنع المسلمون بعد ذلك قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يشجع الجيش ويشجع الناس فقال لهم يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة يعني أنتم من الذي أخرجكم ألستم خرجتم للشهادة فهذه الآن الشهادة التي خرجتم وأنتم تطلبونها ها أنتم تكرهونها فما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فلما سمع الناس هذا الكلام من ابن رواحة رضي الله عنه ماذا لقالوا قالوا قد والله صدق ابن رواحة قالوا قد صدق والله ابن رواحة فخرجوا رضي الله عنهم للقتال وتجهزوا للقتال وأميرهم زيد بن حارفة جاء في بعض الروايات أن في طريقهم حصلت لهم بعض التحرشات من بعض القبائل الكافرة وأصابوا بعض المسلمين بالجراح وقتلوا رجلا فكانوا قد طلبوا من أمير القيش من زيد بن حارفة أن يرجعوا فيقاتلوا هؤلاء الذين تحرسوا بهم وقتلوا مسلما فقال لهم زيد لا أرى ذلك لأن عدوكم أمامكم وقد جمعوا لكم ودنوا منكم فأنا أكره أن تخرجوا وتتركوا العدو أي معنى كلامه حتى لا يجتمع علينا عدوان فقد قال لا آمن أن يجمعوا لكم فيكونوا من ورائكم فتكونوا بين عسكرين هذه ذكرها ابن عساكر في كتابه التاريخ مع ذلك لا تصح ثم وصل المسلمون إلى مؤتة وقال أهل العلم أنهم رأوا أن مؤتة مناسبة للقتال هذا المكان الذي هو مؤتة مناسب للقتال لوجود كثير من الأسباب التي يستطيعون التحصن بها وكذلك لقلة عدد المسلمين بالنسبة إلى الأعداء ولا شك أن المعركة تتغير متكافئة لا من حيث العدد ولا من حيث العدة ثم بعد ذلك بدأت المعركة فقد جاء عند ابن إسحاق قال فالتقى الناس فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة ابن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من من الأنصار يقال له عباية ابن مالك وبعضهم يقول عبادة ابن مالك ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم قتل وكان يقاتل بشدة وبقوة حتى أصابته الرماح وهو يقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنهم ثم أخذها جعفر فقاتل بها أخذ الراية وقاتل رضي الله عنهم حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها كان على فرس رضي الله عنه فعقر هذه الفرس ونزل على قدميه يقاتل حتى قالوا في كتب السيرة أن أول من فعل هذا هو جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام وجاء هذا بإسناد حسن عند ابن إسحاق قال وكان هذا أي هذا الحديث من طريق رجل من بني مرة وهو صحابي قد شهد مؤته فقال رضي الله عنه والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء أي لونها أشقر ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لاقيتها ضرابها ثم اندفع يقاتل رضي الله عنه وأرضاه يقاتل بشجاعة نادرة وبجراءة لا مثيل لها والضربات تنهال عليه هذا يضربه ويطعنه برمح وذاك يضربه بسيف وذاك يرميه بنبل وهو يستمر في القتال وفي الهجوم رضي الله عنه حتى سقط شهيدا ولهذا ذكر أهل العلم أن جعفر رضي الله عنه أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة كان عمره عندما استشهد كان ابن رضي الله عنه هو ابن ثلاث وثلاثين سنة فأثابه الله تبارك وتعالى بهذا الإخلاص وبهذا الجهاد جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام ويشير بيده يشير بيده عليه الصلاة والسلام يرد السلام ويشير بيده ثم قال لأسماء يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل عليه السلام وميكائيل قد مروا وسلموا علينا فردي عليهم السلام ثم قالت أسماء وقد أخبرني ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء وقد أخبرني أي جعفر أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا بثلاث أو بأربع أيام فقال لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديمي ثلاثا وسبعين بين طعنة ورمية فأخذت اللواء بيد اليمنى فقطعت ثم أخذته بيد اليسرى فقطعت فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل صلى الله عليهما فآكل من تمارها ما شئت فقالت أسماء رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام هنيئا لجعفر ما رزقه الله من الخير ثم صعد عليه الصلاة والسلام من المنبر فأخبر الناس بهذا فاستبان للناس بعد ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فسمي جعفر الطيار وفي بعض الروايات أن أسماهي التي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس قالت يا رسول الله اخبر الناس على المنبر فإني أخشى أن لا يصدقون فصعد المنبر فأخبر الناس هذا عند الطبران أو عند الحاكم في مستدركه وقد حكم أو قال الحافظ في فتح الباري إسناده جيد جد ولا شك أنه طيار في الجنة فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر ماذا يقول له يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يسلم على ابن جعفر وهو عبد الله يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وجاء أيضا عند الطبران بإسناد حسن وحسنه كذلك الحافظ وجاء في الصحيحة وحسنه الألبان كذلك في سلسلته الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين وفي بعض الروايات أنه قال لابنه هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء وهكذا جاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية ثم قال مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم كما عند الترمذي وغيره وجاء أيضا في صحيح البخاري أنه أصيب وطعن رضي الله عنه خمسين طعنه وضربه من حديث ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ لأن ابن عمر ممن شارك في مؤته أخبر أنه وقف أخبر الصحابة وأخبر الناس قال أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل قال فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره لا توجد شيء من الطعنات كل الطعنات جاءت له في ماذا من أمامه أو في قبله كما قال العلماء هذا دليل على فرط شجاعته وأقدامه فما ول رضي الله عنه الدبر ولا أعطاهم دبره لهذا لا يوجد شيء من الطعنات في دبره وفي بعض الروايات أنها بلغت بضعا وتسعين كما في الصحيح وفي بعض الروايات بضعا وسبعين كل هذه الطعنات ذكرها ابن عمر وأنه عدها في جعفر وكلها ليس منها شيء في دبره يعني ليس فيها شيء في ظهره رضي الله عنهم وأرضاهم قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة فلما قتل جعفر كما جاء في الرواية أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال رضي الله عنهم أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه وفي بعض الروايات أنه قال يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعله ما هديتي يعني إن تفعلي فعل زيد وفعل جعفر فقد جاءتك الهداية حينما استشهد رضي الله عنهم ثم نزل وقاتل قتالا شديدا وجاء في بعض الروايات أن ابن عم له مده أو أعطاه شيء من اللحم كما جاء في الرواية بعرق من لحم فقال له خذ يا عبد الله وشد بها صلبك فأخذها ثم نهس منها نهسه ثم سمع شدة القتال فرمى بها ثم أخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه أما ما جاء في الرواية نفسها أنه تردد بعض التردد هذا بعض أهل العلم ينفيه ويقول غير صحيح لم يحصل من عبد الله بن رواحة تردد كيف وهو رضي الله عنه الذي شجع المسلمين لملاقات الروم وهو الذي كان يتحرق للشهادة لما خرج من المدينة فكيف يحصل له شيء من التردد عند القتال حينما أخذ الراية وبعض أهل العلم يقول نعم قد ثبت هذا عن عبد الله بن رواحة كما جاء في هذه الرواية وهي رواية حسنة أنه تردد بعض الشيء ثم قاتل قتالا شديدا واستشهد رضي الله عنه ولا شك أن هذا قد يكون أمرا طبعيا قد يحصل للإنسان في هذه الظروف الصعبة والمواقف المحرجة فإن سلمنا أن الرواية صحيحة وهي حسنة كما ذكرت لكم نقول أن هذا يعني قد يحصل أن يتردد الإنسان ثم بعد ذلك يدفع هذا التردد بسبب وسوسة الشيطان أو بسبب شيء من ذلك فهو رضي الله عنه وإن حصل له هذا التردد فقد عالجه وعالج هذا الموقف بالشجاعة وبالقوة وبرباطة الجأش لهذا هجم على العدو وقاتل حتى قتل وهذا قد يحصل كما ذكرنا نحن لا ننسى أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا مشهورين بالشجاعة والقوة والجراءة وحب الموت في سبيل الله لكن مع ذلك هم ليسوا ملائكة ليسوا معصومين ليسوا بمعصومين بل هم بشر وقد يعتريهم ما يعتري غيرهم فذكرنا في غزوة بدر وفي غزوة أحد أليس الصحابة رضي الله عنهم قد كرهوا كرهوا الخروج كما ذكرنا ذلك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لكن مع ذلك إن حصل شيء من هذا فهم يعالجونه رضي الله عنهم بشقاعتهم وبقوتهم ثم إن حصل أيضا شيء من ذلك الله عز وجل يبين لهم ويرفع درجتهم ويتوب عليهم إن حصل شيء من ذلك لهذا في غزوة أحد ما الذي حصل عندما تولى من تولى من الصحابة قال الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا والنتيجة ما هي ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إذن هذه الرواية صحيحة لكن الروايات الأخرى التي فيها أن عبد الله بن رواحة وضع في الجنة في منزلة أدنى من منزلة صاحبيه بسبب هذا التردد هذا لا يصح هذه الروايات لا تصح بل إنها قد تكون من وضع الرافضة لأن في بعض أسانيدها رجل يقال له ثابت ابن أبي صفية ومنهم من يطلق عليه ثابت ابن دينار وقد ذكره العلماء كأحمد وابن معين فقالوا ليس بشيء وذكره الحافظ ابن حجر فقال رافضي ضعيف على كل حال الروايات التي جاءت أن ابن رواحة وضع في الجنة في منزلة أدنى من منزلة صاحبيه بسبب تردده كلها لا تصح وضعيفة ولهذا عبد الله بن رواحة عندما قتل رضي الله عنه وهو آخر الأمراء قتل زيت ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ماذا حصل للمسلمين جاء بإسناد حسن عند ابن إسحاق أن رجلا أخذ الراية وهو ثابت بن أقرم رضي الله عنه فماذا قال قال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا له مباشرة أنت أنت فلتكن قائدنا فلتكن قائدنا فقال ما أنا بفاعل ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضه على سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فلما أخذ الراية ماذا صنع خالد جاء في الرواية فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس هذه الرواية واضحة أن خالد فعل شيئا بذكائه وحنكته في القتال فاستطاع أن يرجع بالجيش وانحاز بهم وكذلك انحاز من الروم ولهذا اختلف العلماء هل هذه السرية سرية مؤتة هل هي نصر للمسلمين أم هي هزيمة وهل الروم انتصرت أم المسلمون هم الذين انتصروا من الذي انتصر أم أن المسلمين هم الذين انتصروا اختلف العلماء لا شك أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه عندما أخذ الراية بعد أن اتفق عليه الكل قاتل قتالا عظيما وكذلك المسلمون أبدوا بطولات في القتال عظيمة وهذا لا شك فيه ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري قال خالد ابن الوليد لقد دق في يدي يوم مؤته تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة ليمانية وفي رواية لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعة أسياف سبحان الله سيوف من حديد تنقطع في يده من شدة القتال قال فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية فلا شك أن الحمي أو ماذا أن الوطيس اشتد والحمي كذلك اشتد مع ذلك اختلف العلماء هل هي هزيمة أم هي نصر ثلاثة أقوال للعلماء طائفة تقول أنها هزيمة وأن المسلمين هزموا من الروم وطائفة تقول بل هي نصر وهزمت الروم هزيمة ساحقة منكرة وطائفة توسطت فماذا قالت قالت أن خالد بن الوليد بحنكته وبعد أن تولى القيادة وذكائه رضي الله عنه وخبرته في الحرب استطاع أن يسحب الجيش وأن يرد الجيش إلى المدينة بعد أن فعل خططا عظيمة بتغييره مراكز الجيش فهذه الخطة كانت إيهامية كما سيأتي معنا في بعض الروايات وإن كانت هي عند الواقدي هذا القول الثالث توسط بين القولين فقالوا لم تحصل هزيمة للروم ولم تحصل هزيمة للمسلمين وإنما استطاع خالد رضي الله عنه أن يأخذ الجيش ويرجع ولهذا ابن إسحاق وهو شيخ السيرة رحمه الله انتصر لهذا القول واختاره وانتصر له أيضا جمع من المحققين كابن عبد البر وقبله ابن حزم ابن القيم والحافظ ابن حجر فإن ابن القيم في زد المعاد رحمه الله قال والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى لأن الرواية التي ذكرناها قال فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف بالناس هذا القول الثالث وهو الذي توسط بين القولين الذين ذهبوا إلى أن المسلمين انتصروا في هذه الغزوة استدلوا بما جاء في صحيح البخاري وسيأتي معنا الحديث بطوله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمراء وما حصل لهم وهذا من دلائل النبوة أنه أخبر عن الجيش قبل أن يصل إلى المدينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذها خالد بن الوليد أي الراية من غير إمرة ففتح عليه قال العلماء إذن قوله عليه الصلاة والسلام ففتح عليه هذا دليل على أن الجيش انتصر وهذا القول رجعه أيضا بعض المحققين كالبيهقي وابن كثير وغيرهم وفي بعض الروايات وهي في مغازي أبي الأسود وذكرها وأشار إليها الحافظ فحمل خالد على الروم فهزمهم فيها التصريح أنه هزمهم لكن هذه الرواية لا تصح فيها انقطاع وفي إسنادها أيضا ابن لهيعة الحافظ بن حجر أراد أن يجمع بين هذه الأقوال فقال يمكن للجمع كيف نجمع قال بأن يكونوا هزموا جانبا من المشركين يعني لم ينهزم المشركين كلهم لم ينهزم المشركون كلهم وإنما في جانب من الجيش على الميمنة أو على الميسرة حصلت هزيمة للمشركين ووقع في بعض الروايات عند موسى بن عقبة وهي أيضا مرسلة ثم أخذه يعني اللواء عبد الله بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين ما هي الخلاصة من هذه الأقوال الذي يظهر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ففتح عليه وفي بعض الروايات ففتح الله عليه هذه الروايات تدل على عدم الهزيمة فخالد استطاع أن يعد خطة ذكية بتغييره مراكز الجيش يعني أتى بالميمنة ووضعها في الميسرة وأتى بالميسرة ووضعها في الميمنة وهكذا وغير الساقة والمؤخرة والقلب للجيش فكان هذه أو هذه الخطة الذكية استطاع أن ينسحب فانسحب كل طرف عن الآخر لأن الروم لما رأوا أن الجيش تغير ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مد أصحابه برجال فانسحبوا وانحازوا فخالد في هذه اللحظة أيضا انحاز بالمسلمين ورجع بهم مع ذلك هذا الانسحاب سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا ووصفه بذلك ويؤكد عدم الهزيمة للروم وكذلك عدم الهزيمة للمسلمين أنه لم يوجد أسرى من المسلمين ولم يوجد كذلك أسرى من الروم ومعروف أن العدو إذا هزم وانتصر المسلمون عليه بقوا في المعركة أي في موقع المعركة فكونهم رجعوا وانحازوا والطائفة الأخرى انحازت دل على أن المعركة انتهت على هذا ويؤكد ذلك قلة عدد المسلمين الذين قتلوا في هذه المعركة فقد ذكر العلماء أنهم عشرة لم يذكروا من الشهداء ومن القتلى إلا نحو العشرة فدل على أن رجوع خالد بالجيش كان فتحا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم نقل الخبر لأصحابه وهو في المدينة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ لها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان يعني كان يبكي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وهو يخاطب أصحابه بهذا وهو يبكي في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وهي خارق الصحيح عند أحمد في المسند صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس ثم قال لهم ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه هذا فأثبت قدميه يؤكد ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لم يحصل له شيء من التردد لكن نحن قلنا إن سلمنا بأنه تردد فالأمر ليس فيه شيء مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وفي رواية الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره من غير إمره قد يقول قائل كيف يأخذ الراية ولم يتأمر المقصود من غير إمره أي لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إمرته لكن إن اتفق الصحابة عليه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدح خالدا ومدح صنعه فماذا قال قال عليه الصلاة والسلام فأخذ خالد أو أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه رفع إصبعه وقال اللهم هو اللهم هو سيف من سيوفك تنصره قال فانتصر به فيومئذ سمي سيف الله سمي خالد سيف الله وفي رواية الصحيح قال حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وما يسرني أنهم عندنا وفي رواية ما يسرهم أنهم عندنا أي لما رأوا من فضل الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وجاء في بعض الروايات أنه نعاهم نع الصحابة وهذا من النعي الجائز وليس من النعي المحرم كما سيأتي معنا مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر أصحابه في المدينة عن القيش وعن ما صنع القيش ماذا فعل عليه الصلاة والسلام أمرهم أي أمر أصحابه في المدينة بالتحرك سريعا لإمداد المسلمين في مؤته لأنه في الحديث نفسه الذي عند أحمد ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاتا ورقبانا إذن أمرهم بالخروج عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات عند الحاكم وعند غيره أن القيش لما رجع إلى المدينة خرج لهم بعض الصحابة وقالوا لهم أنتم يا فرار أفررتم في سبيل الله عز وجل فكانوا يقول لهم يا فرار يعني كيف تركتم الروم ولم تقتلوا في سبيل الله فهذه الروايات أشار إلى ضعفها ابن كثير في البداية والنهاية وقال فيها غرابة وكذلك الألباني رحم الله الجميع أشار إلى هذا ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على هؤلاء حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وقتل جعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن يعني كان حزينا عليه الصلاة والسلام لقتل الأمراء وفي بعض الروايات في الصحيح أي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نساء جعفر يبكين فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يبكين وفي بعض الروايات أنه أمهلهن ثلاثة أيام ثم جاء إليهن وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم كما في مسند أحمد وهذا يقتضي أنه أرخص لهم البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام فجاء إلى أسماء بن تعميس وهي زوجة جعفر بن أبي طالب بعد أن نهاهم عن البكاء فقال أدعو لي ابني أو بني أخي يعني أدعو أبناء جعفر قال عبد الله بن جعفر وهو راوي الحديث قال فجيء بنا كأن أفراخ كأن أفراخ يعني أبناء الطير صغار فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ادعو لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسهم فقال عليه الصلاة والسلام أما محمد وهو ابن جعفر فشبيه عم من أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي وقد قالها هذه عليه الصلاة والسلام في جعفر نفسه قالها في جعفر نفسه رضي الله عنه كما في عمرة القضاء عندما تنازعه ووزيد بن حارفة وعلي بن أبي طالب في بنت حمزة فقال له شابهت خلقي وخلقي وهنا يقولها لمن لابنه عبد الله قال له وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ولا شك أن هذه ميزة عظيمة ومنقبة عظيمة لهذا الصحابي ولأبيه ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد عبد الله ورفعها فأشالها كما جاء في الرواية فقال اللهم خلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم مخلف اللهم مخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه فجاءت أمهم أسماء بنت عميس فذكرت يتم الأطفال وكأنها تشتكي وكأنها تقول من لهم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ما أرحمه عليه الصلاة والسلام وما أعطفه بالناس فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم يقول لأمهم تخافين الفقر كيف تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة أنا سأتولى أمرهم ولهذا ماذا قال كما في أبي داود قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم ومثل هذا الصنيع من رحمته وعطفه عليه الصلاة والسلام كان لما يرى أسامة بن زيد يبكي عليه الصلاة والسلام ففي مصنف بن أبي شيبة أنه رأى أسامة بن زيد فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام فرآه من اليوم الثاني من الغد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألاقي منك اليوم ما لاقيت منك أمس يعني أمس بكيت واليوم رأيتك وتريدني كذلك أن أبكي فكان النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه إذا رأى أسامة بن زيد لأنه كان يذكره بحبه زيد بن حارثة الذي استشهد في هذه السرية فمواساته عليه الصلاة والسلام لأسر هؤلاء الشهداء وكذلك رعايته عليه الصلاة والسلام وعطفه أيضا على أبنائهم لا شك أنها تدل على ماذا على لفتة أبوية حانية من هذا الأب الرحيم العطوف المشفق عليه الصلاة والسلام كان يخفف عنهم ما يعانونه فقد فقد ذاك أباه وكذلك هؤلاء الأولاد مع أسماء بنت عميس قد فقدت زوجها فكان عليه الصلاة والسلام برحمته وشفقته ماذا يفيض حنانا وشفقه ورحمه لهؤلاء وقد وصفه الله عز وجل بذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وبعد ذلك حصلت قصة وبها نختم الدرس وهذه القصة حصلت في هذه الغزوة أو في هذه السرية بين عوف بن مالك رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد عوف بن مالك الأشجاعي ممن شهد هذه السرية يقول عوف رضي الله عنه كما في صحيح مسلم خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤته ورافقني مددي من اليمن يعني من الذين جاءوا ومدوا الصحابة بالقتال أو مدوا الصحابة بالقيش كان رجل من اليمن إما مدوا الصحابة في هذه السرية ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا يعني ذبح إبلا ونحر إبلا فجاء هذا المددي الذي هو من اليمن وأخذ الجلد أخذ طائفة من جلده وأعطى لهذا الرجل الذي هو من اليمن فماذا صنع هذا اليمني المددي اتخذ هذا الجلد كهيئة الدرق يعني الترس أخذ هذا الجلد وجعله ترسا فلما حصلت المعركة ولقي الصحابة جموع الروم كان فيهم رجل من الروم على فرس له أشقر وعليه سرج مذهب وسلاح أيضا مذهب فجعل هذا الروم يقتل المسلمين ويغري بالمسلمين فقعد له هذا الرجل أي المددي اليمنين قعد له خلف صخرة فلما مر هذا الروم قام وعرقب لفرسه فخر هذا الرجل وسقط فعلاه هذا المددي وقتله وأخذ فرسه وأخذ سلاحه فلما انتهت المعركة وفتح الله على المسلمين بعث إليه خالد من الوليد خالد من الوليد رضي الله عنه بعث لهذا اليمنين المددي قال له هات السلب يعني هات الفرس وهات السلاح فأعطاه فجاء عوف بن مالك وقال يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل فقال خالد بل ولكني استكثرته فقال عوف بن مالك لتردنه إليه أو لأعرف النكها يعني ستعرف مني ما يسوءك لأعرف النكها عند رسول الله سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن ترد لهذا المددي ما أخذه من السلب أو سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأبى خالد أن يرد عليه فلما رجع عوف إلى المدينة واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قص عليه القصة قال يا رسول الله هذا المددي صنع كذا ثم خالد أخذ منه السلب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا خالد ما حملك على ما صنعت وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة أصحابه يريد أن يعرف لعل لخالد عذرا يا خالد ما حملك على ما صنعت وهذا في أحاديث كثيرة حتى إن حاطبا لما كتب لأهل مكة وسيأتي معنا هذا في غزوة فتح مكة سأله يا حاطب ما حملك على هذا بل حتى المرأة اليهودية التي وضعت السم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وقد مر معنا سألها النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا فقالت إن كنت نبيا لم يصبك شيء وإن كنت كاذبا استرحنا منك الشاهد سأله ما حملك على ما صنعت فقال خالد يا رسول الله استكثرته يعني رأيت أن هذا كثير رأيت أن هذا أي السلب كثير على هذا الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد رد عليه ما أخذت منه يا خالد رد عليه ما أخذت منه لأن هذه السنة أن القاتل إذا قتل رجلا من المشركين يأخذ السلب يأخذ فرسه يأخذ سلاحه فخالد رضي الله عنه أراد أن يرد هذا السلب لهذا الرجل فقام عوف بن مالك فقال دونك يا خالد ألم أفي لك ألم أفي لك يعني قد وفيت لك الآن ألم أقول لك أني سأعرفك هذا الشيء عند الرسول ها أنا وفيت فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام عوف فسأل سأل وما ذاك يعني سأل عوف ما هو الذي وفيته لخالد فأخبره عوف بن مالك بهذا الشيء قال أنا قد حصل أني قلت لخالد رد عليه فأبى فقلت سأعرفك سترى هذا مني سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بصنيع عوف بن مالك غضب غضب النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال يا خالد لا ترده عليه لا تعطيه السلب خذه ثم قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا إلي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره قال العلماء معنى الحديث كما قال النووي وغيره أن الرعية يأخذون صفو الأمور تصلهم الأعطيات وتصلهم كل شيء بغير نكد والذي يبتلى بالأمور هم الولاة يقاسون الأمور وجمع الأموال وصرفها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم إذا حصل شيء يعتبون على ولاة الأمور فالرسول عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب فقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره يعني ألا يكفيكم أنهم يتحملون ويأتيهم النكد والبلاء بسبب هذه الولاية ويقاسون الأمور فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون السلب مع خالد وقد يقول قائل ويستشكل أليس القاتل قد استحق السلب فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام منعه ورد بعض أهل العلم بجوابين فطائفة قالت إنما النبي عليه الصلاة والسلام لعله بعد ذلك أعطى للقاتل ما يعني يكفيه أو ما يسكته بما قام به من قتل هذا الرومين وإنما منع هذا الشيء أي الذي كان بيد خالد تعزيرا لعوف بن مالك لما صنعه لكونه أطلق لسانه في خالد وبعض أهل العلم قال غير ذلك قالوا لعله النبي عليه الصلاة والسلام استطاب قلب هذا الرجل الصحابي الذي قتل فترك هذا الشيء باختياره يعني قال لا أريد السلب استطاب قلبه عليه الصلاة والسلام فترك هذا الشيء باختياره كما ذكر ذلك النووي وكان المقصود استطابت قلب خالد رضي الله عنه لماذا للمصلحة في إكرام الأمراء خالد أمير وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه هذه القصة حصلت في سرية مؤته وأما بالنسبة للنعي الذي حصل للشهداء هذا من النعي الجائز كما ذكرنا وقد بوب عليه البخاري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه لأن هذا لا بأس به أن تقول للناس فلان مات فاستغفروا له وبعض أهل العلم ذكر أن تخبر الناس من أجل الصلاة عليه ومن أجل تكفينه ودفنه ولهذا قال الحافظ بن حجر وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون فكانوا أي في الجاهلية يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور ولعلنا إن شاء الله انتهينا من سرية مؤته ومن أحداث هذه السرية وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن الأحداث والسرايا التي حصلت بين سرية مؤته وبين فتح مكة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا